السلام عليكم بالمتتبعين في القناة بسم الله لكم على خير ان شاء الله ولقاكم في الفيديو اليوم النهار جديد وفيديو جديد سراحة شكركم على الغزالات سراحة من القلب على هذه التعليق التي تضعوني في القناة يا ربي الله يرزقكم يا ربي مات من يوتو في هذا النهار تفرحوني و تفرحوني القلب صراحة الغزالات لا تشجعوني و تتحفزوني يعني دعموا هذه القناة المبتدئة ان شاء الله هكذا ستتوصل بجهة الله و بدعمكم الحبيب لا نطول عليكم اكثر من هذه الغزالات سنتدخلوا في الموضوع وهو تحضر هذه الغزالة مكونات بساط و بحجم عائلة ان شاء الله يعطينا كمية لبناء سعبيها و تحضر اكثر من روعة لبناء السرحة جربوا ان شاء الله اكيد سيجعوني بسم الله على برقات الله و هناك وهو مستخدم طماطم و بعد قلتنا اضحنا بصوصة طماطم هناك القاملة وضعتها في اثنت سبينا الخلط و بالنسبة لبط رضيناها في الثالة ثم اضفنا له واحد المعلقة صغيرة بالنسبة للمنسبة سوف نصل في مليحة و كيلة زبدة و نضيف الزبدة من الفضوحة يحمل الضبدة قطع الزبدة ثم سوف نضيف زويتة سوف نضيف زبدة و نضيف المضكلة سوف نضيف الزبدة و مليحة سوف نضيف زبدة سوف نضيف ملحة تمنح البناء سوف نضيف مكونات جميع من ضحيمة داخل المكونات نضيف ملحة الثرور الملحة كما تضيفها يضيفها بلحة الملحة و ملاحة و اضيفها لبطاطة كما تضيف ملحة من الملحة سوف نضيف أخير الابنات سوف نضيف المكوينات الأخير نشحر الكفتة بسهولة نشحر الكفتة نشحر الكفتة واحدا اكتبرا سيضيف الجفلي ثم حركنا كل شيء بهذه الطريقة دعوكم معي هنا تفضل البططة هي اللولة الليمون ثم نضيف البططة لطيبنا أضيف البططة لطيبنا نضيف البططة لطيبنا بالطراحة فقط دعونا كريم كريم يستحق من تصيب كريم حضرتها بالحليب مع المعلقة السبدة والدقيق طبيعة الحل ومليحة ومليط طيبنة ثلاثة الفرماجات ومع شوية الخل وقطرة من الحمض وقطرة العصر الليمون نضيفه الآخر بعد ما يوجد معكم البنات هنا سوف نشارك معكم هذه الكيكة هي صراحة المقادر ديالها مشاكتهم معكم الفيديو ان شاء الله نوجدها معكم ونضيليها فيديو خاص تجهزوين لبناتكستحق تجريبه ان شاء الله نشاركها معكم في القناة هنا صبيت الخالج الكيك ثم نضيفه ثم نضيفه الكيكة ونزوجه بقرقع مهرمش بعد ما نخرجها في الفرنة يأتي محمر ومقارمش ونصار تستحق تجريبه ان شاء الله نشارك مع الحبوبة كيكة تجريبه في القناة هنا نضيفه كيكة بشيطة ثم نرشع معكم لبناز خرجنا من الفرن ثم نضيفه شوكولات خرجنا خرجنا نشارك مع المتتبعات في القناة الغزالات المقادر ساهلين ومبساطين ومتوفرين في كل بيت وهنا وجدت الكوطي أو في العشاء الغزالات وما فيها نرافقها بالردت اللي وجدنا بالنعنا لحق طريقة الغزالات من مغربي المياه احنا يفضل بصلاة حرور الحكم ان اضفتوش في الاول وحبت ان نرافقه في الاخير صراح الولادات الصغار مع دونش مع الحرور وصلنا لنا هذا الفيديو نتمنى اعجابكم وضعوا لي لايكات في القناة وشاي كومنتر غزال وكذلك فعلوا الجرس مخسرا ولا فعلوا الجرس في القناة صغيرة متواضعة هنا شاركت معكم الغزال البسيط وشكرا لكم جميعا بسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة